اهلا بكم كما تعودنا في برنامج تواصل ان نبدأ اول الحلقة باخر اخبار كورونا اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر برئاسة الدكتور حسام حسني اكدت ان منحنى الاصابات يتأرجح هبوطا وصعودا واكدت ايضا على ان معدل الاصابة بكورونا سينخفض الشهر القادم الخبر الثاني النهاردة ان روسيا تؤكد انها ستساعد ايطاليا برغم الموقف المعادي من ايطاليا لروسيا في قضية العقوبات المطبقة على روسيا الخبر الثالث وهو من الكريملين روسيا تطلق دعوة وصيحة كبيرة لتكاتف المجتمع الدولي حيث انه لم تستطيع اي دولة ان تتحمل بمفردها ووحدها هذا الفيروس اللعين وتدعو روسيا الى تكاتف جميع الجهود من الدول المختلفة لمواجهة كورونا الخبر الثالث الحقيقة مهم جدا وده طالع من جامعة كامبرج يقول الخبر اختبار جديد للDNA يحدد درجة الالتهاب الرأوي لدى المصابين بكورونا وتتطور الاصابة بكورونا الى التهاب الرأوي عن طريق هذا التحليل الذي يعني يحاول ان يفرق بين حالتين حالة حد عنده كورونا وتعملوا التحليل ده فحيمشي في سكة معينة وحد تاني حيتطور عنده الموضوع اكثر وبالتالي سيؤدي هذا الى انه خلال ساعات يتم التعامل بالدواء الصحيح عن طريق هذا الاختبار الجديد وهذه التقنية الجديدة من كامبرج وبالتالي لابد ان نستوعب هذا العلم الجديد وهذا التحليل الجديد الذي سيفيد في قتل الوقت الثانية تفرق وتساوي حياة من الحاجات المهمة اللي بتفرق الناس اللي عندهم كورونا وحيتطور الموضوع الى التهاب رأوي والناس اللي ما عندهمش كورونا هو حاجتين الحياة تليف الرأة يعني بعده كورونا هيبقى فيه جزء من الرأة تليف فده يتطور الى التهاب رئوي والحاجة التانية هي المناعة المناعة بتنخفض مع كورونا فده برضو يؤدي الى ان الفطريات والبكتيريا اللي موجودة في الجسم تنمو وتتطور وبالتالي يتطور الموضوع الى التهاب رئوي اخر خبر الحقيقة او قبل الاخير خبر مهم عايزك تقف اصاده يقول الخبر انه 80% من الامريكيين يستخدمون الكمامة بينما 20% لا يستخدمونها ويقول الخبر ايضا ان 50% من الامريكيين منعوا الزيارات العائلية تماما و50% اخرى لم تمنع الزيارة العائلية اذا الرهان على الوعي لا يقتضي ابدا انه في دولة متقدمة او دولة متأخرة لانه برغم ان الخبر استرعى نظركم زي ما استرعى نظر الان 80% من الامريكيين يستخدمون الكمامة فانكملت العبارة من نفسي وقلت و20% لا يستخدمونها 50% من الامريكيين يمنعون الزيارات العائلية و50% لا يمنعونها اذا ليس نحن فقط اللي عندنا ناس مش بتستخدم الكمامة الان ولكن لابد ان ننتبه فنحن نراهن على وعي المصريين والعرب جميعا اهم خبر واخر خبر الحقيقة النهاردة في نشرتنا مهم جدا بيقول اعراض خطيرة بدأت تظهر على الاطفال تستدع انتقالهم الى المستشفى الاعراض دي هقولها مع بعض هنقولها مع بعض ويريت كل ام سمعاني في البيت وبقول ام تنتبه لهذه الاعراض لو ابنك حس الاعراض دي وحسيت ان دي كورونا اي عرض من دول يقتضي الذهاب الى المستشفى لانه كان الطبيعي قبل التطور ده انه الطفل اقل عرضة لكورونا واقل عرضة لمضاعفات كورونا واقل عرضة لحدوث وفيات من كورونا كان الاطفال قبل اليوم في مأمن من الاصابة بكورونا وتطورات كورونا لكن الموضوع دلوقتي يخد شكل تاني فهنقول مع بعض الاعراض نمر واحد ارتفاع درجة الحرارة لاكثر من ثلاثة ايام متتالية اتنين ضيق في التنفس ثلاثة كحة مدممة اربعة تشنجات خمسة نهجان اسماء الراحة ستة علامات الجفاف سبعة اضطرابات الوعي تمانية الم شديد بالصدر يعوق التنفس تسعة علامات الجفاف على الطفل هقولها تاني لانه اكيد حضراتكم مقدرين انه الاعراض دي مهمة ربنا يحفظ اطفالنا كلهم واولادنا كلهم هم تسعة بالضبط اي عرض من دول لو ظهر على طفلك باجري بالزهاب الى المستشفى او خوزي الامر مأخذ الجد ارتفاع في درجة الحرارة اكثر من ثلاثة ايام اتنين ضيق في التنفس تلاثة كحة مدممة اربعة تشنجات خمسة نهجان اسناء الراحة الطفل بينهج ومرتاح ستة علابات الجفاف سبعة اضطراب الوعي تمانية قلم شديد بالصدر يا عوق التنفس وبعدين كررنا تاني علامات الجفاف لانها الحقيقة من الحاجات المهمة حد يقول لي طب ايه علامات الجفاف علامات الجفاف على الطفل يا جماعة غرق العينين تلاقي العين غرقانة الجوة وباين او مؤلة العين طالعة لبرة والعين جاحزة لبرة لكن فيه جفاف في العين اتنين الجلد لو لمسناها لقيم كرمش مكرمش مش ناعم مش مشدود فده الحقيقة من اهم العلامات وقلنا الكحة المدممة وقلنا ضيق التنفس الذي يؤثر على النفس اه ارتباط درجة الوعي حاجات كتيرة قلناها بكده بنبقى وصلنا لاخر اخبار كورونا اه انتظرونا في باقي الفقرات النهاردة في برنامج تواصل الذي هو يد ممدودة لكل مريض في كل بيت بنطبطب على كتفه واذا كان حسين الجسم بيقول طبطبة من نوع اخر فنحن نقول في تواصل طبطبة على كل مريض طبطبة على كل كتف طبطبة على كل حد بيقول اه احنا بنقول لك الاه بتاحتك احنا سمعينها في قلبنا وعقلنا ووعينا ايد ممدودة لكل مريض في كل حتة في العالم مهما كانت جنسيتك مهما كانت ديانتك مهما كان لون بشرتك احنا معاك في نفس الخندق ضد كورونا وضد اي مرض اخر انتظرونا بعد الفصل